السلام عليكم صباح الخير لكم جميعا كالعادة لدينا أخبار كثيرة جديدة ومختصرة ومن مصادرها الخاصة لنبدأ أصدقائي بالخبر الأول يوم أمس الساعة التاسعة مساء وقعت حادثة إطلاق النار داخل محطة القطارات الرئيسية هوبت بانهوف بمدينة فرانكفورت وفقا لشهود عيان قام الجاني وهو عمره 54 عاما بإطلاق النار على رجل آخر عمره 27 عاما أطلق عليه النار في رأسه مباشرة وبعد ذلك حاول الجاني الهروب لكنه تم القبض عليه من قبل الشرطة الفيدرالية أيضا بالمحطة وقالت الصحافة الألمانية بأن الرجلين هما معا يحملان الجنسية التركية توفي الرجل الذي عمره 27 عاما والرجل التركي الآخر الذي قام بهذه الجريمة الآن قدم إلى قاضي التحقيق ويتم التحقيق معه ولا تزال دوافع الجريمة غير واضحة رئيس ولاية بغندنبورغ التي توجد الشرق ألمانيا ديتمار فويتك وهو من حزب إسبيد الاشتراكي يطالب بإعادة النظر في مسألة تسجيل اللاجئين الأوكرانيين مباشرة في جوب سنتر واستفادتهم من مساعدات جوب سنتر التي تسمى بيرغغيلد ويرى أنه وجب ويجب إعادة النظر في مسألة اللاجئين الأوكرانيين الذين في ألمانيا يتم إعفاؤهم من تقديم اللجوء ويحصلون مباشرة على الإقامة وبعد الإقامة يحصلون مباشرة على التسجيل في جوب سنتر على السكان على التأمين الصحي إلى آخره المهم رئيس ولاية بغاندنبوغ من حزب إسبيدي أكد على أنه ضروري أن يتوجه المزيد من اللاجئين الأوكرانيين إلى العمل مما سوف يفيد الاقتصاد الألماني ويعزز الاندماج جاءت هذه التصريحات لأسباب متعددة أولا الانتخابات التي سوف تشهدها ولاية بغاندنبوغ شرق ألمانيا وبعد أسابيع وتانيا بسبب أن نسبة اللاجئين الأوكرانيين الذين يعملون قليلة جدا مقارنة مع باقي الدول الأخرى الغربية لكن تبقى هذه التصريحات هي فقط تصريحات للصحفة وللرأي العام لأن الحكومة الألمانية لا ترغب بتغيير القوانين الخاصة باللاجئين الأوكرانيين أيضا حسب دراسة أكدت بأن أغلب اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في ألمانيا لماذا توجد صعوبة في إدماجهم؟ لأن أغلبهم أطفال نساء يعني عندهن أطفال صغار وكبار بالسن مقارنة مثلا مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي فيها غالبية من الشباب فلذلك دائما سوف تكون نسبة الأوكرانيين الذين يدخلون إلى سوق العمل أقل بكثير مقارنة مع دول أخرى لأن هنا في ألمانيا جاء عدد كبير من الناس يعني كبار بالسن أو مع الأطفال شركة السكك الحديدية في ألمانيا دوتشوبان رغم فوضى التأخيرات للقطارات التي تؤرق المواطنين تفكر الشركة مجددا في احتمالية زيادة أسعار التداكر نعم أصدقائي ليست مزحة إنها حقيقة هكذا أيضا يراها الألمان ومستغربون بشكل كبير شركة السكك الحديدية دوتشوبان تمر من أزمة مالية كبيرة ونقص في السيولة بسبب سياسة التقشف للحكومة الألمانية لا تعرف الآن قيمة الزيادة الخاصة بالتداكر لكن فقط سماع هذا الخبر أزعج الألمان بشكل كبير لأن قطارات شركة السكك الحديدية دوتشوبان تعاني من كثرة التأخيرات من كثرة الاقتضاد مرات تلغى قطارات وسفريات أيضا دون سابق إنذار أيضا هناك يقولون هناك فوضى بالتسيير ورغم ذلك يقول الألمان يرغبون برفع أسعر التداكر على المواطن المسكين أعرب وزير العدل الألماني ماركو بوشمن من حزب FDP الليبرالي عن استعداده لدعم قانون يتيح استخدام الأساور الإلكترونية كما قال لحماية النساء من العنف المنزلي ويهدف هذا الاقتراح حسب وزير العدل إلى ضمان حماية شاملة للنساء المهددات بالعنف وقال أنه يمكن استخدام الأساور الإلكترونية لتتبع مواقع الرجال الذين يشكلون خطرا على نسائهم مثلا واحد اعتدى على زوجته أو واحد اعتدى على صديقته شريكة حياته وبلغت عنه وجاء حكم قضائي بأنه يجب أن يبتعد عنها ولا يقترب منها بخمسمائة متر أو بكيلومتر أو اثنين كيلومتر ومن أجل حمايتها مثلا الرجل بأمر قضائي توضع له في رجله يعني واحدة من الأساور الإلكترونية وإذا اقترب منها أو اقترب من بيتها يأتي انظار إلكتروني للشرطة وبذلك تأتي الشرطة بسرعة من أجل إنقاذها وأشار وزير العدل ماركو بوشمن إلى أهمية إشراك محاكم الأسرة في اتخاذ قرارات طويلة المدى تتعلق باستخدام الأساور الإلكترونية وأعلن عن إجراءات جديدة تهدف إلى إجبار الرجال الذين يلاحقون زوجاتهم أم صديقاتهم أم شريكات حياتهم ويهددونهم بالعنف بأن هؤلاء الرجال يجب أن يخضعوا لتداريب إجبارية ضد العنف هذا هو مشروع القانون الذي يعمل عليه وزير العدل ماركو بوشمن ولا يعرف هل سوف ينجح هذا القانون وهل سوف يتم الموافقة عليه داخل المجلس الحكومي في مدينة يينا بولاية تيغينغن منع متظاهرون وعددهم ألفين شخص مترشح حزب البديل منعوه من المشاركة في أحد المراكز الانتخابية التجمعية وكان بيورن هوك يرغب ويخطط هذا اليوم أن يلقي كلمة انتخابية لأنصار حزب البديل في مدينة يينا بي تيغينغن لكن اعتصامات وغضب الألمان الرافضين لتواجد بيورن هوك وتواجد حزب البديل في مدينة يينا جعلت الشرطة تتدخل وتم استخدام ردادات الفلفل رداد الفلفل والعصي وتفريق الاعتصامات لم تأتي تقارير عن حدود إصابات معلوم أصدقائي بأن الانتخابات في ولاية تيغينغن شرق ألمانيا سوف تجري يوم الأول من شهر سبتمبر الشهر التاسع يعني استفاقات هناك تقريبا عشرة أيام ولذلك الآن توجد حملة انتخابية كبيرة بيورن هوك مرشح حزب البديل في ولاية تيغينغن شخصية متيرة للجدال في ألمانيا من خلال شعاراته وكلامه المتشدد حول الهجرة حول اللجوء حول الاتحاد الأوروبي حول التعايش حول التسامح إلى آخره في ألمانيا ما جعلت سكان مدينة يينا بولاية تيغينغن مدينة يينا معروفة بأنها مدينة شبابية وبها جامعة كبيرة وجامعة مرموقة ومدينة متفتحة جعلت سكان مدينة يينا يخرجون بأعداد كبيرة ويرفضون تواجده في مدينتهم حسب تقرير نشر هذا اليوم بالصحفة الألمانية ما زال البحث عن أكثر من أربعين ألف شخص لعمل أوس بيلدونغ في ألمانيا هذا العام خصوصا في مجالات قطاع المهن الحرة مثلا عمل أوس بيلدونغ تدريب مهني في العيادة الطبية الصيدرية المكاتب إذن من ما زال يبحث ويرغب بعمل أوس بيلدونغ هذا العام 2024 سوف أخبركم أيضا بالخطوات بعجالة وسوف أخبركم أيضا بالمهن التي ما زالت مطلوبة ويمكن أن تبحثوا عنها ابحثوا على مهن مساعد أو مساعدة الطبيب طبيب الأسنان مساعد أو مساعدة بالصيدلية مساعد أو مساعدة بمكتب المحامات مساعد أو مساعدة طبيب مساعد أو مساعدة بالمحاسبة مساعد أو مساعدة بمكتب الهندسة أو مساعد أو مساعدة إدارية أو إداري هذه المهن ما زال البحث يبحثون فيها على عدد كبير من الناس يعملون عندهم أوس بيلدونغ ممكن أن هذه المهن تطلب مستوى لغة B2 على الأقل لأن هذه المهن بها لغة ألمانية قوية ممكن أيضا بعض المهن تطلب حتى C1 لكن هذه المهن تطلب أصدقائي ويمكنكم أن تقدموا لها إما هذا العام أو إذا تعجبكم هذه المهن يمكن أن تقدموا لها العام المقبل ومن الآن تبدأون بعمل كرسات قوية لتقوية اللغة الألمانية أو تتكلمون مع الموظف أو الموظف المسؤولين عنكم بجوب سنتر أو أجنتر في الأربايت إذا تعجبكم واحدة من هذه المهن كيف تجدون هذه الوظائف كنت قد عملت لكم فيديو كيف تجدون بسرعة أوس بيلدونغ هذا العام سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو الفيديو يوجد بقناتي الثانية مارو تي في اضغطوا على الرابط سيفتح لكم الفيديو وسوف تتعلمون وتحصلون على شرح دقيق وسهل ومبسط في حدود عشر دقائق فقط بالتوفيق بالبحث عن أوس بيلدونغ كانت هذه جولة دقيقة وسريعة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء